جوانب من الحضارة الإسلامية الفنون والعمارة امتزج الفن الإسلامي في الدين بشكل كبير فنقشت آيات من القرآن الكريم على الأواني والجدران بأشكال وخطوط مختلفة ودخلت في زخرفة المساجد التي تطور بناؤها بشكل كبير وظهرت أشكال رائعة للفنون والزخرفة الإسلامية مثل تلك الموجودة في المسجد الأموي ومسجد قبة الصخرة ومسجد قرطبة العمارة الإسلامية وكما اهتم خلفاء بني أمية وبن العباس ببناء القصور واعتنوا بزخرفتها مثل قصر عمرة وقصر الحمراء واهتموا كذلك في بناء المدن التي اتخذوها إما عواصم أو لأغراض عسكرية أو اقتصادية أو دينية مثل مدينة الكوفة ومدينة البصرة ومدينة القيروان وبن الحصون والقلاع لحماية حدود الدولة فهي مدن صغيرة تضم مرافق عامة وأسواقا ومياها مثل قلعة حلب وقلعة صلاح الدين